من موقع المهرية نتا الذي سلط ضوى على مرور أربعة أعوام على واحدة من أكبر وأبشع الجرائم التي ارتكبت الإمارات بحق الجيش اليمني عندما أرسلت مقاتلاتها لضرب جيش الدولة في نقطة العلم شرقي مدينة عدن لتحول المئات من أفراده إلى أشلاء متناثرة وفقا للموقع فإن الذكرى الرابعة لجريمة أبو ضبي تحل ومزالت الدماء التي أراقتها تشع الفتيل الغضب في أوساط اليمنيين الذين يتوعدون بالثأر لكل تلك الدماء الشريفة وملاحقة مرتكبي المجزر الغدر عبر المحاكم الدولية وعلق مستشار وزير العلام خستار الرحبي على الذكرى قائلا إن اليمنيين لن ينسوا جرائم الإمارات في اليمن ومنها جريمة استهداف الجيش الوطني في مداخل مدينة عدن مؤكدا أنها لن تسقط بالتقادم فيما رأى ناشط توفيق أحمد إن جريمة قصف الجيش الوطني في منطقة العلم فضح تعجز المجتمع الدولي والمحاكم الدولية وقوانين حقوق الإنسان عن معاقبة الإمارات مشيرا إلى أن أبوظبي تمادت نتيجة عدم محاسباتها على جرائمها في ارتكاب المزيد من الانتهاكات بحق الشعب اليمنى ترجمة نانسي قنقر